هنأ البابا توادرس الثاني بابا لاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بقرب حلول عيد الأطحى المبارك وفي هذا الإطار أعرب الإمام الأكبر عن سعادته البالغة بزيارة البابا توادرس والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك متمنيا لقضاسته وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية ولمصرنا الحبيبة والغالية دوام الاستقرار والرخاء مؤكدا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني وتنصيق الرؤى والجهود لمواجهة ما يتعرض له المجتمع المصري من هجمات شرسة على الأخلاق والقيم